مرحبا مواليد برش الحود كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين أربعة للأحد عشر عدار مارس شوفي عنا بهيدا الأسبوع هيدا الأسبوع كتير مهم لألكن لأنه في أخبار سارة عنا أمر جديد ببرشكن هاي مرة وحدة بتكون بالسنة وكأنه احتفال وكأنه في صفحة كتير مهمة قوية داعمة لألكن وكأنه الحظ عم بيأكد لكن أنه نعم في أشياء حلوية بانتظاركن أو انقلاف الظروف لألكن المهم أنا حكي عن هالمواضيع ببرشكن الشهري خلونا نسمع الأسبوعية كيف بدوا يكون الثانين أربعة عدار الأمر ببرش القوس مثل اليوم الأحد ثلاثة الأمر ببرش القوس هو البيت العاشر بالنسبة لألكن يعني بعد في عنكن اهتمام عم بتتابعوه بهمكن أمره ما حابين تضيعوا وقتكن حابين تركزوا عليه واجعت راس شوي عند البعض لكن بيقدر يقطع بسلام إذا أنتوا فعلا كان عقلكم كبير يعني كنتوا ماتشور ناضجين بيمروا الموضوع بسلام 11 ربع المساء توقيت بيروت بيروح الأمر لبرش الجدي الصديق التالتة والأربع الأمر ببرش الجدي الصديق هذه الفترة فعالة جدا لحتى أنتوا إذا حابين تضبطوا مسألة تحكوا مع حدا تتناقشوا مع حدا فلان بيعرف فلان فلان بقدر يساعدنا حدا عنده معلومة أو فقط لحتى ترتاحوا وتفرحوا بين أصحابكم بين زملائكم بين عيالكم بين مدرستكم جامعتكم هذه فترة جيدة جدا فترة إذا طلبتوا مساعدة من حدا رحتوا مثلا على مكتب معين على مؤسسة معينة عندكم معاملة معينة احتمال أنه يمشي الحال بعكس الخميس والجمعة سبت تاريخ سبعة وتاريخ ثمانية لأنه الأمر موجود ببرش الدلو هون الأمور ما بتمشي مثل ما بدكن احتمال حتى ما تتمشي بالمرة واحتمال تمشي بعكس ما أنتوا بدكن بدكن تكونوا منتبهين لأنه العمل المهم الخميس والجمعة موعد مهم أو أي شيء بدكن ييه احتمال أنه ما تكون النتيجة بترضيكن فكونوا منتبهين اللي عنده امتحان اللي عنده موعد بده يفتح هناه وديناه منيح ويتأكد من كل كلمة بيكتبها أو بيقولها كمان في تأخير فانتبهوا نوصل للسبت والأحد اللي هني من أقوى الأيام لإلكن في هذا الأسبوع وفي هذا الشهر لأنه الأمر ببرشكن والأمر بيكون أمر جديد الساعة 11 الصبح يوم الأحد يعني مرة واحدة بالسنة في عنا أمر جديد ببرشكن ببرش الحوت هايدي قوة إضافية بتاخدوها بتنسوا الخميس والجمعة أو بتتنسوه لأنه السبت والأحد تقريباً بتعملوا اللي بدكن ييه بتعملوا اللي بدكن ييه بمعنى بتحضروا بتزبطوا بتشتغلوا بتقوموا باتصالاتكم بزياراتكم ومفروض يمشي الحال يلي لألكن من نصيبكن بتاخدوه كما أنه القرارات رح بتكون أسهل لألكن بدايات جديدة لألكن البدكن ييه بيصير وبعتبر هذه الفترة قوية جداً ومهمة جداً لجميع موليد برج الحوت لكن ما مننسى أنه فيه تأثيرات من زحل وينبتون على موليد 1-2-3-16-17 أدار مارس فكونوا أكثر حذراً تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل باي باي